شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050 جاء ذلك خلال مؤتمر حضره عدد من الوزراء والمسؤولين فضلا عن عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية يسعدني ويشرفني أن أعلن لكم اليوم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التزاما من الدولة المصرية بالمساهمة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ كما أجدد التأكيد على أن مصر لن تألو جهدا خلال رئاستها المقبلة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدولة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ كوب 27 في السعي الحديث والدقوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة ترجمة نانسي قنقر